مركز الفلوسية الأمير عبدالقادر بمدينة تيرت منتزه حقيقي فقد بات نقطة استقطاب سياحي لأهل المدينة وضيوفها الذين يقصدون المكان للتمتع بجمال الأحصنة وأجواء الطبيعة توافد كبير للعائلات والأطفال على الخصوص وينقسم الزوار بين لاعب ومتفرج هنا ألعاب الفلوسية تستهوي المسجلين في النادي والمتجولين الذين يسحبون أطفالهم عادة نحن نتدرب في نادي الفلوسية ثلاثة أيام يوم الثلثة مساء والجمعة مساء والسبت صباح المدربان يوجهان الفلسان الصغار منهم لتدريبهم على الركوب وشد الزمام والكبار هنا يتعلمون القفز على الحواجز ينجحون تارة ويسقطون تارة أخرى وركوب الخيلي يمر عبر مراحل المرحلة اللولة كانوا يشدوا قبيلات كانوا عند الشيخ أحمد والمرحلة الثانية يجوا عندي هنا هنا يتعلموا يكونوا يشد بهم الشيخ أحمد هنا المرحلة الثانية اشتهية كل واحد والحصان تاعه نادي الفلوسية الناشط منذ سنين مدرسة وحيدة لتخريج الفلسان سواء في التحمل أو القفز على الحواجز